بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج عيادة رمضان النهاردة هنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية اللي هو الغدة الدرقية الغدة الدرقية غدة بتبقى موجودة في الرقبة بتكون في غاية الأهمية بتفرز نوعين من الهرمونات الهرمونات دول تي سري و تي فور دول بيتحكموا تقريبا في كل وظائف الجسم في القلب والجهاز الهضمي والأعصاب والكلام ده الغدة الدرقية عرضة أن يحصل فيها تضخم ومرض في الغدة الدرقية التضخم ده ممكن المريض أو المريضة وهو بيبصر في المراية يشوف أن في حاجة فيه كبيرة أو بدأت تتضخم فيه الرقبة والحاجة دي ممكن تطلع وتنزل وهو بيشرب مية أو يبلع ريقه أو الكلام ده ممكن المريض نفسه يلاحظ أو ممكن حد من أقربه أو المجاورين له يعني يلفت انتباهه طبعا الغدة الدرقية لما بيجلنا المريض بنبدأ الفحوصات بتاعة الغدة الدرقية بنعمل أشعة تلفزيونية والأشعة التلفزيونية على الرقبة بتكون مهمة جدا في الغدة الدرقية لأن هي بتحدد هل فيه تضخم في الغدة الدرقية أو لا والأهم من كده هل فيه نتوآت في الغدة الدرقية وعقد أو لا لأن ممكن التضخم بتاع الغدة الدرقية يكون تضخم أملس ما فيش أي عقد أو نتوآت وممكن يكون فيه عقد أو نتوآت كمان بتقول لنا دورة دموية بتاعة الغدة الدرقية أخبارها إيه بتقول لنا الغدد الانفوية في الرقبة مصاحبة للغدة الدرقية أو لا بتقول لنا طبعا تعرفين الغدة الدرقية هل التضخم ده واخد كل الغدة الدرقية ولا واخد الفصل الأيمن أو الفصل الأيسر أو الفصل في النص وهل الغدة الدرقية دي كلها في الرقبة ولا فيه جزء متواغل في القفص الصدر كل ده بتقول لنا عليه الأشعة التلفزيونية ولو كان فيه ورم بتقول لنا تقريبا مكان وحجم الورم وهل الورم ده لسه داخل الغدة الدرقية ولا خارجه نطلب كمان تحليل الغدة الدرقية لازم تحليل دم للغدة الدرقية اللي هو بنسميه الفري تي سري والفري تي فور وتي اس اتش علشان نشوف هل الغدة الدرقية دي الوظيفة بتاعتها طبعية ولا فيه كسل في الغدة الدرقية ولا فيه زيادة نشاط في الغدة الدرقية لو فيه زيادة نشاط احنا بنسمي دي الغدة الدرقية التسممية مهم جدا التحليل بتاع الدم اللي هو الفري تي سري والفري تي فور ودول اللي هم الهرمونات اللي احنا اتكلمنا اللي بيتم افرسهم من الغدة الدرقية التي اس اتش ده لان الغدة الدرقية نفسها بتكون تحت تأثير الغدة النخامية اللي بتكون موجودة في المخ الغدة النخامية بتنظم عمل الغدة الدرقية بمعنى ان هي بتفرز التي اس اتش وده هرمون الهرمون ده بيتحكم في الغدة الدرقية لو الغدة الدرقية في المعدل الطبيعي بيكون برضو هرمون TSH في المعدل الطبيعي لو الغدة الدرقية فيها كسل اللي احنا بنسميه هايبوسيروديزم بتبدأ الغدة النخامية تفرس كمية كبيرة من TSH عشان تحفز الغدة الدرقية لمزيد من إفراز الهرمونات لو الغدة الدرقية فيها تسممية يعني الهرمونات بتاعتها عالية اللي هما Free T3 والFree T4 بتبدأ الغدة النخامية تقلل إفراز TSH بنعمل الأشعة التلفزيونية بنعمل تحليل دم اللي هو وظائف الغدة الدرقية أحيانا بنلجأ لي عينة بالإبرة من الغدة الدرقية طبعا العينة بالإبرة احنا بنلجأ فيها لما يكون فيه اشتباه ورم في الغدة الدرقية علشان نعرف نوع الورم ده حميد ولا خبيس العينة بالإبرة احنا بنطلبها أكتر علشان نشخص زي ما قلنا الورم الخبيس وبنطلب عينة من الغدة الدرقية وأحيانا عينة كمان من الغدة اللينفوية اللي بتكون موجودة في الرقابة احنا عارفين الورم السرطاني بتاع الغدة الدرقية بيكون فيه حوالي خمس أو ست أنواع الغدة العينة بالإبرة بتساعد في تشخيص كل أنواع أورام الغدة الدرقية ما عدا نوع واحد من الأورام اللي هو الفليكلر كارسونومة ما تقدرش العينة بالإبرة تقول لي هل ده ورم حميد ولا ورم خبيس هي بتقدر تقول أن ده فليكلر نيوب لازم يبقى احنا اتكلمنا عن يعني الأشعة التلفزيونية اتكلمنا عن تحليل الدم اتكلمنا عن العينة بالإبرة أحيانا برضو من ضمن احنا كله ده فيه فحصات أمراض الغدة الدرقية أحيانا بنلجأ لما يسمى المسح الزري باليود اليود ده بيكون مهم جدا في الغدة الدرقية اليود طبعا احنا عارفينه بيبقى موجود فيه الملح وطبعا فيه مناطق بتبقى فيها نقص في اليود زي الوحات أو الكلام ده ودي بيكون تدخم الغدة الدرقية فيها كتير احنا لما بنحقن اليود بنعمل مسح الزري على الغدة الدرقية اليود بيكون ليه دورين الدور التشخيصي والدور العلاجي احنا الوقت هنتكلم عن الدور التشخيصي بنحقن يعني حقنا فيها اليود دوت بنحقنه في الوريد الغدة الدرقية بتكون أفد أو هي شرهة الامتصاص لليود واليود يروح للغدة الدرقية المفروض فيه الطبيعي اليود بينتشر انتشار متجانس أو زي بعضه في الغدة الدرقية لو فيه جزء من الغدة الدرقية كان امتصاصه لليود أعلى ده بنسميه هوتسبوت وده بيكون أكتر مع الغدة الدرقية التساممية لو كان افراز أو امتصاص للغدة الدرقية في جزء لليود في جزء منها قليل ده بنسميه كولدسبوت أو كولدونجول وده بيكون يا إما تكيس يا إما ورم يبقى التشخيص بتاع الغدة الدرقية تكلمنا على أشعة تلفزيونية وظائف الغدة الدرقية اللي هو تحليل الدم تكلمنا عن الأشعة التلفزيونية وتكلمنا عن المسح الزري بي اليود أحياناً برضو بنحتاج أو نلجأ أن احنا نعمل أشعة مقطعية على الرقبة وده طبعاً بنلجأ ليه لو احنا شكين أن فيه ورم علشان تبين لنا الحجم بتاع الغدة الدرقية والغدة الانفوية اللي بتبقى في الرقبة طيب احنا دلوقتي خلاص اتكلمنا عن الغدة الدرقية وشخصناها أن هي فيها تدخم طيب والوظائق بتاعة الغدة الدرقية قالت لنا مثلاً أن الغدة الدرقية دي تساممية يعني الإفراز بتاعها بيكون عالي إيه الأعراض اللي المريض بيشتكي لو هو عنده الغدة الدرقية التساممية ممكن المريض يكون عنده جحوس في العين يعاني من المريض أو المريضة من سقوط الشعر لو هي سيدة بتعاني من اضطراب في الدورة الشهرية وكمان مريض الغدة الدرقية الساممية بيعاني من إسهال وبيكون في بعض الأعراض المريض ده بيكون شرح الأكل يعني بيأكل كمية كبيرة جداً ومع ذلك الوزن بتاعه ما يزيتش يعني المريض بتاع الغدة الدرقية التساممية بيأكل كمية كبيرة جداً ولكن الأكل ما بيطلحش عليه باللغة بتاعتنا والوزن بتاعه بالعكس أحياناً بيعاني من نقصة في الوزن كمان المريض ده بيعاني من رعشة لو سيدة تقولك وأنا في المطبخ ممكن الحاجة تقع من إيدي المريض ده كمان بيعاني من دقات القلب بتاعته بتكون عالية قوي وقلبه بينبط كتير المريض ده بيكون عصبي وطبعاً كمية النرفازة بتكون عنده عالية جداً وبيعرق كتير وما بيحبش الحر المريض ده ما بيحبش الصيف وما بيحبش الحر اللي هو بتاع الغدة الدرقية التساممية اللي احنا اتكلمنا عن الأعراض بتاعتها واتكلمنا عن إن احنا بنشخصها بالوزائف بتاعة الغدة الدرقية الفري تي سري والفري تي فور بيكونوا عليين وإن احنا لو عملنا أشعة تلفزيونية الأشعة التلفزيونية بتقول إن فيه تدخم ونتوقات وكمان لو عملنا مسح زرلي بيكون المسح الزرلي هنا اللي هو الهوتس بوت أو النقطة السخنة المهمة فيه الغدة الدرقية التساممية والتدخم بتاعها هل التدخم ده أملس ولا واخد النتوءات أو عقد العلاج بتاع الغدة الدرقية التساممية ممكن يكون علاج بالأدوية ممكن يكون علاج باليود المشاع أو علاج بالجراح العلاج بالأدوية لازم طبعا إحنا لما ييجي المريض بتاع الغدى الدرقية التساممية في كل الأحوال لازم يبدأ أديه العلاج لحد بالأدوية لحد ما زبط وظائف الغدى الدرقية وتوصل للمستوى الطبيعي وده غالبا يعني بياخد شهر أو يعني تقريبا شهر على ما تزبط وظائف الغدى الدرقية وهنا بيكون أمام المريض ثلاث اختيارات يعني ما يكمل بالأدوية والتكملة بالأدوية لازم نكون واضحين جدا مع المريض نقوله أن انت غالبا هتمشي على الأدوية يعني مدة سنة ونص أو سنتين ونسبة النجاح بتكون بس 50% بجانب الأسار الجانبية بتاعة الأدوية فبالتالي العلاج بالأدوية للغدى الدرقية التساممية أنا بصفة شخصية مش بفضله طيب الطريقة الثانية اللي هي العلاج باليود المشاع أن أنا بأدي جرعة من اليود جرعة عالية جدا وبالتالي بتعمل نوع من التدمير للغدى الدرقية ولكن برضو العلاج باليود المشاع أنا شخصيا برضو ما بفضلوش لأنه هو أولا ما ينفحش فيه السن الصغير ما ينفحش فيه الستات الحوامل وجدنا أو بعض الدراسات قالت أن على المدى الطويل بعد 15-20 سنة ممكن المريض اللي كان عنده غدى درقية تساممية وتم علاجه باليود المشاع ممكن يجيله أورام في المستقبل بجانب أنه هو بيعمل زي ورم حميد في الغدى أجار درقي طيب أنا قلت أنه عندنا ثلاث طرق في علاج الغدى الدرقية التساممية اللي هو العلاج بالأدوية والعلاج باليود المشاع والجراح أنا شخصيا بفضل الجراحة وجراحات الغدى الدرقية خلينا نكون أكثر وصراحة مع بعضنا المريض بيقلع المريض بيقلع من أول الجرح اللي بيبقى في الرقبة وخصوصا السيدات اللي بتتكلم عن الجانب الجمالي ولكن يمكن المرضى بيقلعه علشان الغدى الدرقية غدى يعني حساسة جدا وجراحات بتاعتها دقيقة جدا ليه دقيقة جدا لأن هي في الرقبة وبيكون بجنبها مباشرة عصب اسمه الكارنت لانيجي النارف اللي هو مسؤول عن حركية الأحبال الصوتية لقدر الله العصب ده لو حصل فيه مشكلة المريض طبعا بيحصل لباحة في الصوت وصعوبة في التنفس وأحيانا ما يقدرش كمان يتنفس خالص ويحتاج ليه الشق الحنجري لو لا أقدر الله العصب ده تعور كمان بجوار الغدى الدرقية أربع غدى صغيرين كده اسمهم الغدى الجار درقية ودول بيكونوا مسؤولين عن الكالسيوم فلولا أقدر الله حصل أي مشكلة في الغدى الجار درقية سواء اتشالوا مع الغدى الدرقية أو حصل أن احنا ربطنا الشريان أو الدورة الدموية أو منعنا الدورة الدموية عنهم المريض بيعاني بعد كده من نقص الكالسيوم وده طبعا بتكون مشكلة كبيرة جدا والمريض بيجي له تشنجات وأحيانا المريض ده كمان بيعانده تشنجات في البلعوم وصعوبة في التنفس وبيحتاج أنه هو يدخل الرعاية المركزة الحاجة الثالثة العصب الثالث اسمه سبير الرينجيل وبيكون قريب من الغدى الدرقية وده بيكون مسؤول عن الصوت والتون بتاع الصوت لأنه هو العصب ده بيقوي عضلات البلعوم فبالتالي وخصوصا لو كان مثلا المريض ده مغنف الأوبرا أو مدرس أو قار القرآن أو الناس اللي هي بتعتمد في عملها على الصوت طبعا المضاعفات التانية لتهاب الجرح والنزيف والكلام دوت ماشي لكن اللي قلتهم دول اللي هو عصاب الأحبال الصوتية الغدد الجرد رقية دي بتكون أهم شيء عشان كده أي مريض قبل ما بنعمل له الجراحة بنبعثه للدكتور بتاع الأنف والأذن لازم يفحص حركية الأحبال الصوتية ويتحرك ويتأكد أن الأحبال الصوتية عما تتحرك بحرية الناحيتين الشمال واليمين لكن المضاعفات دي عايزة أطمن كل الجمهور اللي بيشوفني أولا المضاعفات دي معظمها بيكون مؤقت يعني مؤقت يعني بتكون في 60-70% من حدوثها بتكون بصيغة مؤقتة لأنه وبتتحسن بمرور الوقت والمريض بيرجع بيبقى صوته كويس قوي وبيبقى نفسه كويس قوي وحتى لو عنده نقص في الكالسيوم بمجرد العلاج وفترة من المتابعة الأمور بترجح طبعية بنسبة 100% يبقى رسالة الطمأنة أن معظم مضاعفات الغدد الدرقية الخاصة بالأحبال بالأعصاب بتاعت الأحبال الصوتية أو أعصاب اللي بتكون بتاعت التنفس وتقوية الصوت أو الغدد الجرد الدرقية عايز أقول أن هي بتكون في معظمها مؤقت وبترجع في خلال 6 شهور المريض بيرجع يبقى طبيعي تقريبا زي الأول النسبة قليلة جدا يعني حوالي 1-2% لقدر الله المضاعفات دي بتكون يعني مستديمة وبنتغلب عن كده بتوفيق ربنا بخبرة الجراح طبعا كلما الجراح كان بيجري العديد من جراحات الغدد الدرقية وكان في مركز متخصص والفريق بتاعه متخصص في جراحات الغدد الدرقية وبيستعمل الأجهزة الحديثة لأن دلوقتي جراحات الغدد الدرقية بدأنا أن احنا نستعمل البايبولر والكليبس واللي جا شور والهارمونيك والحاجات الألات الحديثة وهم جدا أن الطب والتطور في الطب بيتم من خلال لازم الجراح يتابع أحدث ما تم توصل له من خلال المؤتمرات العلمية ومن خلال الدوريات والمجلات والكتب الحديثة ولازم هند إن هند برضو بدأ فيه تطور في الأجهزة وتطور في الألات اللي احنا عم نستخدمها أثناء الجراح طبعا المريض بيجي لنا بتاع الغدد الدرقية التسامومية وإحنا اتكلمنا أن احنا خلاص عملنا له تحليل وكانت الوظافة عالية ودناها علاج لمدة شهر لما وصلنا للمستوى الطبيعي بندي أدوية بجرعات معينة وأحيانا برضو قبل العملية بنضيف زي نقط وده بيساعد إن الغدد الدرقية توصل للمستوى الطبيعي وعملنا الفحص بتاع الأحبال الصوتية طبعا بعد كده بنعمل كشف الكفاءة الطبية لازم دكتور القلب يطمننا على القلب والضغط ونبض والكلام ده وبنعمل التحليل الروتينية بتاعة أي عملية جراحية اللي هي صورة دم ووظائف كابر ووظائف كيلة سيولة سكر الفيروسات تمام تأكدنا خلاص المريض بتاعنا بقى التحليل بتاعته كويسة الكفاءة الطبية كويسة الغدد الدرقية وصلت في آخر تحليل لها تحت الأدوية كانت بمستوى طبيعي بنتكلم مع المريض طيب إحنا خلاص داخلين على الجراحة هل إن إحنا هنستقصل الغدد الدرقية بالكامل ولا هنستقصل نصها أو معظمها طبعا إحنا لو استقصلنا نص أو معظم الغدد الدرقية المضاعفات بتكون أقل لإن إحنا بنبقى بعيد عن أحصاب الأحبال الصوتية وبعيد عن الغدد الجرد الدرقية ولكن لو إحنا سبنا جزء من الغدد الدرقية هيرجح تاني ولما يرجح تاني العملية التانية بتبقى صعبة عشان كده أنا في الغدد الدرقية التساممية بفضل دايما من البداية الاستقصال الكامل للغدد الدرقية ليه بفضل الاستقصال الكامل للغدد الدرقية لإنه أولا إحنا اخترنا الجراحة هي على أجل الغدد الدرقية التساممية والنقطة التانية إن إحنا لو سبنا أي جزء من الغدد الدرقية وارد في فترة قريبة إن يحصل فيه الجزء ده النتوءات وعقد ويرجح تاني تبقى غدد درقية تساممية وبالتالي ممكن المريض يحصل فيه ارتجاع مرة تانية يبقى الغدد الدرقية التساممية أنا بفضل دايما لاستقصال الكلي للغدد الدرقية التساممية الأورام بتاعة الغدد الدرقية فيه كذا نوع من الأورام بالغدد الدرقية هنتكلم عن أورام الغدد الدرقية بعد الفاصل وأترككم مع الفاصل ونعود مرة تانية بإذن الله أهلا بكم مرة تانية تكلمنا في الجزء الأول عن الغدد الدرقية التساممية دلوقتي بسرعة هنتكلم عن الغدد الدرقية اللي بيكون فيها كسل يعني بنعمل تحليل وظائف الغدد الدرقية بنلاقي إن الفري تي سري والفري تي فور مستواهم قليل ونلاقي تي سي إتش عالي ده معناه إن فيه كسل فيه إفراز الغدد الدرقية وبيكون ده طبعا معاه تدخم في الغدد الدرقية ولو عملنا المسح الزر باليود بيظهر ككل دسبوت وجدنا في الفترة الأخيرة إن من أهم أسباب كسل الغدد الدرقية مرض مناعي يعني اسمه هاشموتو ديزيز والهاشموتو ديزيز يعني بيكون أكثر فيه السيدات وده يأكل فيه خلايا الغدد الدرقية وبيؤدي إلى كسل وده طبعا بنشخصه عن طريق التدخم بتاع الغدد الدرقية والأجسام المناعية بتكون عالية جدا وطبعا أنا برضو بفضل فيه الهاشموتو ديزيز الاستقصال الكامل للغدد الدرقية لأن إحنا وجدنا إن لو سبناه ممكن يتحول ليه زمان كان ممكن يتحول للنفومة دلوقتي كمان ممكن يتحول ليه البابيلاري سيرويدي كانسر يبقى أنا شخصيا لو كانت غدد درقية تسممية أو لو كانت غدد درقية كسولة أنا بصفة شخصية بفضل الاستقصال الكامل للغدد الدرقية عشان أمنع ابتجاع سواء الغدد الدرقية التسممية أو الكسل بتاع الغدد الدرقية وعلشان أمنع المضاعفات إن هو المريض ممكن يدخل عمليات تاني أو الكلام ده لأنه كمان أحيانا في الغدد الدرقية رغم إن احنا بنكون مشخصين إن ده حميد لكن الغدد الدرقية بذات لها ما يسمى الحاجة لإنت تكون مشخص إنه حميد ولكن ممكن بعد ما تستقصلها التحليل بتاع البسولوجي يجي يقولك إن ده غدد درقية سرطانية طيب فبالتالي أنا بأوصي دايما وبفضل دايما لكل مرضايا إن احنا بعد مناقشة طبعا مع المريض في المضاعفات ومزايا وعيوب الاستقصال الكلي أو الاستقصال الجزئي للغدد الدرقية أحيانا بيكون مريضة سنها صغير عندها النتوءات في فص واحد من الغدد الدرقية هي مش عايزة تشعر إنها مريضة مش عايزة تشعر إن هي تاخد علاج اللي هو مكمل للغدد الدرقية مدى الحياة وفي الوقت ده طبعا لو الأشعة التلفزيونية قالت إن أحد في الصين الغدد الدرقية سليم وأنا كمان بفحصه أثناء العملية لو تأكدت إنه سليم ما فيهوش نتوءات ممكن إن احنا نستقصر فقط نصف الغدد الدرقية في الأورام الحميدة هنتكلم دلوقتي عن الأورام السرطانية للغدد الدرقية وهنا عايز أبدأ بدايما أنا بحب دايما أدي أمل للمرضى بتوعي وأدي رسالة تفاول أولا الغدد الدرقية ما فهاش العلاج الكيماوي معنا اتصال لأستاذ محمد أهلا بيك أم محمد أهلا بيك يا فندم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم تفضل يا فندم أهلا احنا بنشكر أمم محمد ونردونا هتعاود الاتصال بينا تاني الغدد الدرقية ممكن ييجي فيها السرطان ولكن يعني بشرة الأمل أن ما فيش علاج كيماوي للمريض الغدد الدرقية إلا في الحالات المتقدمة جدا وبرضو ما فيش علاج إشعاعي ونسبة الشفاء من الغدد الدرقية حتى لو فيها سرطان تصل لي 100% طبعا فيه أنواع كتير حوالي 6 أنواع من سرطان الغدد الدرقية فيما يسمى papillary, follicular, medallary, lymphoma, metastatic كل دي أورام بتكون موجودة في الغدد الدرقية طبعا بنعمل نفس الفحوصات اللي هي شعة تلفزيونية على الرقبة وظائف غدد الدرقية عينة بالإبرة من الغدد الدرقية ومسح زري للغدد الدرقية العلاج بتاعة الغدد الدرقية طبعا الجراحة هي العلاج الأساسي وفي بعض الحاجات اللي احنا بنقدر نقول الورم ده هل هو متقدم ولا هل هو محدود مثلا سن المريض كل ما كان المريض تحت سن ال45 ده بيكون أفضل لو المريض ذكر الأمور بتكون أسوأ لأنه هو أمراض الغدد الدرقية هي أكثر حدوثا في السيدات عشان السيدات أكثر عرضة الدورة الشهرية والاسترس ولكن لما بتيجي الأمراض والأورام في الزكور بتكون أصعب شوي وبتكلمني عن السن تحت ولا فوق 45 هل هو ذكر ولا أنسة حجم الورم أو الصيز بتاع الورم هل هو يعني أقل من سنتي من سنتي لاتنين أو من اتنين لأربعة أو أكتر من أربعة سنتي هل هو الورم لسه داخل الغدد الدرقية أهلا بيك أهلا بيك فاضل يا فنتي أفضل كامل أنا على طول يعني أنا فيها الغدد الدرقية فالغدد الدرقية بتفرز الإلتروكسين أنت شلت الغدد الدرقية فبتأخذ المكمل بتاعه طبعا أنت هتمشي عليه مدى الحياة ولكن هو أولا متواجد وسعره بسيط وهو مش علاج ده حاجة طبيعية أنت بتاخدها علشان الغدد الدرقية بتاحتك جاء لها مرض معين فأحنا عملنا عملية واستقصرنا الأورام بتاعة الغدد الدرقية الجراحة هي العلاج الأساسي طبعا نفس الفحوصات بنعملها وبنقيم هنا هل الورم لسه جوه الغدد الدرقية لو الورم لسه في البداية وما فيش أي سنويات في الغدد الدرقية بنستأصل الغدد الدرقية كاملة وده بيكفي لو هي من النوع البابيلري وده النوع الأكثر حدوسا اللي هو سرطان الغدد الدرقية الحليمي ده بيكون أكثر حدوسا وبييجي في السن الصغير وبييجي في السيدات أكثر وبينتشر في الغدد المفوية احنا بنستقصر الغدد الدرقية كاملة وزي ما قلنا في حاجة اسمها الغدد الانفوية في الرعبة والغدد الانفوية في الرعبة احنا بنقسمها لست مستويات معنا الاستاذ ممدوح اتصال اهلا بيك اهلا بشياتك اتفاضل يا استاذ ممدوح شياتك انا عندي المدام بتعاني من الغدد الدرقية فزاتها كعالية الغدد الدرقية العالية احنا اتكلمنا عنها اللي هي الغدد الدرقية التساممية فاحنا هنا لازم نعمل اشعة تلفزيونية نشوف فيه تدخم او لا ونعمل تحليل الدم وبعد كده بنمشي على البرشام لمدة شهر لحد ما نظبرت وظافة الغدد الدرقية وانا انصح انها تعمل الجراحة وتشيل الغدد الدرقية طيب ويه رأي سياتك في العلاق باليود والبشيعة انا بصفة شخصية ضد العلاج باليود المشاع لان اولا العلاج باليود المشاع لو هي حامل او كده ما تدارش تاخده النوطة التانية يقال ان بعد لو هي سنها صغير برضو انا من صحاش تاخده لان بعد سنوات كتيرة 15-20 سنة ممكن اليود المشاع ده يعمل اورام بجانب ان هو بيعمل بعض المضاعفات في الغدد الجرد الدرقية لكن لو هي الان اول من الجراحة ممكن تلجأ لي لكن انا شخصيا بفضل الجراحة على اليود المشاع يعني ان شاءتك تنسى الجراحة احسن انا بفضل الجراحة الجراحة دلوقتي جراحة بسيطة بتخرج تاني يوم على طول من المستشفى مع توفيق ربنا ومع الخبرة الصوت بتاعها والتنفش بيبقى كويس وفي نفس الوقت انت بتنهي الموضوع بالكامل المعدة هي تواصل مع المعدة وهو هيدي سيارتك ارف الشكرا دكتور ارف الشكرا الاورام بتاعت الغدد الدرقية والسرطان الغدد الدرقية الحليمي احنا بنستقصل الغدد الدرقية كاملة ولازم نستقصل احنا تكلمنا عن الغدد اللينفوية بيكونوا ست مستويات مهم جدا ان احنا نستقصل المستوى رقم ستة انا ليه بستقصل الغدد الدرقية كاملة في اورام الغدد الدرقية السرطانية اولا لاننا بيكون ليه هدف الشفاء الكامل من الورم اللي هو ما يسمى الوفر اول سيرفايفل وعدم عودة الورم مرة اخرى فانا لو شلت الغدد الدرقية كاملة ده بيكون مهم جدا النقطة التانية كمان متابعة المريض بعد كده بدلالات الاورام اللي هي سيرو جوبلين وانتي سيرو جوبلين لو انا عملت استقصل كامل للغدد الدرقية انا بقدر اتابع المريض بدلالات الاورام معنا اتصال تاني للستاذ محمود ايه في التلفزيون يا فاند نعم يا فاند نعم يا فاند اه لا لازم يكمل البرشام يا فاند لازم بتكمل البرشام وبتعمل تحليل كل ست شهور علشان نشوف يعني احنا غالبا بنبدأ يعني انا شخصيا ببدأ بدل مرضى بتوع الاول ارسين اللي هو المية ده ياخدهم قبل الفطار وبعمل تحليل كل ست شهور اشوف هل ان انا محتاج ارفع الجرعة او قليلة لكن لازم هتمشي عليه على طول يا فاند خالص نهائي يعني اولا استقصال الغدة الدرقية طالما ان انت بتاخد الاراس والتحليل بتاعها طبيعي ما بيأثرش على الانجاب او الخلفة لا في السيدات ولا في الزكور شكرا استاذ محمود هنكمل عن الورم السرطاني في الغدة الدرقية ونتكلم عن السرطان الحليمي وقلنا ان احنا بنستقصل الغدة الدرقية بالكامل عشان اضمن اعلى معدل الشفاء اضمن عدم ارتجاع الورم اضمن ان انا اقدر اتابع المريض بتاعي من خلال دلالات الاورام اللي هي السير الجربين وانت سير الجربين اضمن كمان ان انا لما اد المريض جرعة من اليود المشاع اقدر اعمل تعقيم للمنطقة انا اتكلمت عن اليود المشاع في بداية الحلقة وعلاقته بالغدة الدرقية واتكلمت عنه في التشخيص سواء انتشاره في كل الغدة الدرقية او الهوتسبوت في الغدة الدرقية السمومية او الكولدسبوت في الغدة الدرقية الكسولة اليود المشاع هنا لما بديه في التشخيص انا بدي جرعة صغيرة 5 ميلي كيوري لكن أنا هنا بتكلم بعد ما بعمل الجراحة بدي اليود المشاع كعلاج عشان أضمن لو أي خلية موجودة أو لسه حتى لو ملي ورم أضمن أن نقضي عليه بالكامل فبدي جرعة كبيرة من اليود المشاع بتكون حوالي من 100 إلى 150 على حسب وزن المريض وده بيكون بالترتيب مع الزميل استشاري الطب النووي معنا اتصال أمم محمد السلام عليكم يا دكتور السلام عليكم كل سنة وحدرتك طين وحدرتك بخير يا فندي أنا كان عندي ورم لما أرزف السادي الشماء فالحمد اللي صرته كده وخدت علاجي فجيت خدت فيه علاج اسمه مواجه فطبعا المواجه ده نزل عند الصفايح خدت مرتين كل جلسة أخده وينزل عندي لما أرزف الصفايح والألمية وكده فدكتور اللي بتبع عنده في التأمين الصحي وقفل المواجه ده فهل خلاص انت يريكم وتبعه ملكي شهدك نمشي عليه وليكم وتبعه فبتلع كل ثلاث شهوره الحمد لله يعني الدنيا ماشى تمام فجيت عملت الإشاعة اللي هي بنوغرام ديتي عسيتين والحمد لله مفيش حاجة بس قالوا فيه وجودة بسيطة كده تنين صمتي فوق الساكن اللي كنت عاملة فيه العملية في الجنب الشمائي فقال لي ما تخوافش يعني وكده وبعد شارة مبامينة بس الحمد لله قال لي ما تعديش اللي تنين صمتي فدي قلان شوية وخايفة يعني وكده وانا الوقت ما خدش وقائي كان ليه علاج وقائي يعني وكده فما خدتوه فقال ليكم تبعه كل ثلاث شهور تيجي تبعه الجراحة اللي انت عملتها يا محمد انت شلت السادي بالكامل ولا شلت الورن بس لا الورن بس تمام والغدد الانفوية طبعا تحت الابط اه الغدد هي تحت البطن اه طيب اه انا بطمنك ان شاء الله خير يعني انت حصل عندك مضعفات من العلاج المواجه فهم اقفوه طب بتاخدي العلاج الهرموني بتاخدي بتشام هرمونات صبح وليل لا 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 اه يبقى انت كنت سلبية للهرمونات غالبان يا محمد انا انصح ان انت خدت علاج اشعاعي طبعا اكيد بعد العملية اه 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 خدت اشعاعي انا انصح ان انت تعملي اشعة رانين مغناطيسي رانين مغناطيسي على السادي بعد رمضان ان شاء الله علشان نشوف النقطة اللي هي صنط دي هل هي يعني تلايف وحاجة بسيطة في الوقت اللي هي تبقى متابعة بس لو رانين المغناطيسي قالت ان فيه شك انا افضل ان احنا نستقصلها اما محمد نستقصل الصنط ده بس ما تلعيش لا ما فقاش حاجة ان شاء الله انا مطمئن لك جدا يعني طيب الحمد لله يا دكتور الوقت الوقت ان انا ماخدش اي عجب الهرموني ولا اي عجب الهرموني لا واضح ان انت واضح يعني انا ما معايش برضو الاوراق بتاعتك لكن واضح ان انت كنت اللي احنا بنسميه تريبل نيجاتف او كنت سلبية للهرمونات فانتي بدان ما بتاخدش هرمونات يبقى مستقبلات الهرمونات عندك كانت سلبية فانا بس انصحك ان انت تتابعي مع الدكتور اللي انت بتتابع معه وتعملي اشعة رنين مغناطيسي بعد رمضان ان شاء الله المغناطيسه يعني؟ اه اسمها اشعة رنين مغناطيسي على السادي لا يعني المامو جرام هنا يعني رنين المغناطيسي في حالتك افضل من المامو جرام لشعات برضو اه اشعات لبنا بانا شويك في كل سنة وانت طيب يا ربي باريت لك أخو يا ربي باريت الغدد الدرقية إن أنا بستقصل الغدد الدرقية بالكامل والغدد الإنفوية لو كان الوراء مواصل للغدد الإنفوية اللي هي في النحية الجانبية يبقى لازم أعمل استقصال كامل للغدد الدرقية واستقصال الغدد الإنفوية اللي هو level 6 واستقصال الغدد الإنفوية الجانبية جراحها ممكن تكون كبيرة شوية جراحها ممكن نكون بناخد يعني حوالي خمس ساعات لست ساعات داخل غرفة العمليات لكن مع توفيق ربنا مع الخبرة الجراحية مع التيم مع المشتشفى المجهز العملية دي بتتم بأمان كامل وزي ما قلت بتضمن توفيق ربنا شفاء كامل للمريض بتضمن عدم عودة المرض ومعانا اتصال السلام عليكم فضل يا فندي طبعا يعني هي نحيفة ممكن يكون فيه أسباب كتيرة للنحافة مهم جدا أنها تعمل تحليل دم اللي هو وظائف الغدة الدرقية الفري تي سري والفري تي فور وتي سيتش لو الغدة الدرقية الوظائف بتعلها عالية يبقى ممكن تكون يعني النحافة من الغدة الدرقية لأن احنا تكلمنا وقلنا الغدة الدرقية التساممية المريض بيبشره للأكل بيأكل كمية كبيرة ومع ذلك وزنه بيبقى قليل جدا وبيبقى نحيف فلازم تعمل لازم تعمل تحليل وظائف الغدة الدرقية مرحبا شكرا لا يعني أنا خليني بتكلم عن طبعا لازم السكر وفي دا كترة بتاعت سمنة ونحاف لكن أنا اللي يهمني جدا أنها تعمل تحليل الغدة الدرقية الفري تي سري والفري تي فور وتي سيتش مرحبا شكرا كل سنة ونتطي الرسالة الطمأنة أو رام الغدة الدرقية ناشفة منها بالكامل مش مميتة ملهاش كماوي ملهاش إشعاعي مهم جدا حتى لو الورن بتاع الغدة الدرقية منتشر يعني مدي السنويات في الرئة أو لازم برضو الجراحة لأن الجراحة هي العلاج الأساسي واستقصال الغدة الدرقية بالكامل مع الغدة اللينفوية اتكلمت عن مميزاته عملية سهلة المضاعفات بتاعتها دلوقتي مع التطور الكبير أصبحت أقل بتخليني أتابع المريض بدلالات الأورام بتخليني أد المريض اليود المشاع جلسة واحدة وطبعا عايز أقول أن اليود المشاع ما يغنيش عن الجراح أو الجراحة الأساسية لاستقصال الكامل للغدة الدرقية واستقصال الغدة اللينفوية بإبابة لأن أنا بلاحس كتير مرضى بيعمله جراحة اللي هو يستقص الجزء من الغدة الدرقية أو يستقص الجزء من الغدة اللينفوية ويظن أن العلاج باليود المشاع لا أطلاقا العلاج باليود المشاع يأتي بعد الجراحة لازم الجراحة تكون كاملة لازم الجراحة تكون وفية لازم يتم استقصال كامل للغدة الدرقية لازم يتم استقصال كامل للغدة اللينفوية لازم الجراح يكون عنده خبرة وعارف كويس أو تشريح العصاب بتاعت الأحبال الصوتية لازم يكون عارف كويس أو الغدة الدرقية لازم يكون عارف العصاب بتاعت تقوية الصوت كل دي طبعا بتكون مهم جدا جدا معنا اتصال مادام ايمان ألو سلام عليكم أهلا يا مادام ايمان اتفضلي أنا مادام ايمان من البحر الأحمر أهلا بيك يا فانت أهلا بحضرتك دكتور أنا بقالي سنة باخد برشام عشان وظائف الغذة عالية عندي جدا وبعد كده رسل الدكتور آخر مرة للشهر اللي فات فقال لي لا انت محتاجة ايمة عملية ايمة تاخد بيود مشاعة فانا يا فاندم اخد بيود مشاعة وعملت تحليل ولاية الوظائف عالية زي ما هي قال لي بعد ثلاث أسابيع اعملي تحليل تاني وبعدين نشوف فهل يا دكتور انت تنصحني بايه لا أنا يعني أنا بشكرك أنا بشكرك على اتصالك وده الموضوع اللي احنا بنشكر قناة الصحة وجمال لديتنا فرصة نتكلم مع المشاهدين فيه ان الغدة الدرقية التساممية علاجها الجراح واده ابسط مثال مدام ايمان مشيت على العلاج لمدة سنة وانا قلت في البداية ان العلاج المريض بيمشى عليه لمدة سنتين ونسبة نجاحه بس خمسين في المائة المدام ايمان كمان يعني لجأت لليود المشاع لان هي اولا بتبقى الان من الجراحة وانا عايز اوجه رسالة طمأنة كبيرة لكل مرضى الغدة الدرقية جراحات الغدة الدرقية امنة جدا وكمان مدام ايمان قالت ان هي اليود المشاع فشل في انه يزبط الغدة الدرقية التساممية انا انصح مدام ايمان ان هي تجري الجراحة بس لازم طبعا تاخد ادوية بجرعة كبيرة علشان تزبط الاول وظائف الغدة الدرقية لان انا مقدرش ادخل عمليات الا لما الوظائف بتاعة الغدة الدرقية تبقى من الزباطة كويس وبعد كده انصحك مدام ايمان تعملي استقصال الغدة الدرقية كامل ودي عملية بسيطة وتشفي باذن الله شكرا مدام ايمان وزي ما بقول جراحات الغدة الدرقية امنة ما نقلقش احنا دلوقتي بنضح في الحزبان من اول الجرح التجميل اللي الرقبة من اول الاستقصال الكامل من اول ان احنا بنحافظ للمريض وبنكون حذرين جدا في الحفاظ على العصب اللي هو ريكارنت اللي نجي بتاع الاحبادة الصوتية عشان المريض يتكلم كويس ويتنفس كويس بعد العملية بتكون دلوقتي عندنا الخبرة في اماكن الغدة الدرقية وازاي نحن نحافظ عليها ومش بس نحافظ عليها ونحافظ على الدورة الدموية اللي وصل عليها علشان مستوى الكالسيوم الحفاظ على الاعصاب بتاعة الاحبال الصوتية اللي هي القوة بتاعة الاحبال الصوتية يعني المطربة العظيمة ومكلسوم جات لها الغدة الدرقية وهي رفضت رفض كامل انها تجري جراحة الغدة الدرقية لان هي كانت يعني قلقة جدا ان اي تأثير على التون بتاع الصوت بتاع يعني امكلسوم ولكن دلوقتي بالحداثة وبالتطور والتخصصية الجراحات دي بدأت تبقى امينة جدا وبرضو سلطة طمقانة تانية حتى المضاعفات لما بتحدث معانا بتكون مؤقتة مؤقتة يعني ثلاث شهور او ست شهور على اقصى تقدير المريض بيرجع بيبقى صوته كويس يعني اوقات طبعا لما احنا بنستقصر الودرة الدرقية بنحرك العصب بتاع الاحبال الصوتية فممكن يحصل فيه ما يسمى تيمبرر او ترانزينت يعني مؤقت مؤقت ولكن بيرجع تاني واحصل له ريكوفري والصوت بيبقى طبيعي بنسبة 100% والرسالة التانية اللي احد المشاهدين المتصلين كان قلق على عملية الخلفة او الانجاب او القدرة الجنسية لا نهائي رسالة طمقانة ان الغدة الدرقية يعني حتى لو استقصلناها او سبناها مش هي دي اللي هي علاقة بعملية الانجاب المهم جدا ان وظائف الغدة الدرقية تكون بمستوى طبيعي بمعنى ان انا لو شيلت طبعا انا بشيل للغدة الدرقية الانسات كتير والانسات دي بتحمل وبتنجب وبتردع بعد كده لان المهم جدا ان التحليل بتاع وظائف الغدة الدرقية يكون في المستوى الطبيعي انا استقصلت الغدة الدرقية لازم ادي لقراس اللي هي الالتروكسين اللي هي معوضة للغدة الدرقية والمرضى اللي احنا بيطابعه معانا بعد الاستقصال الكامل للغدة الدرقية بكل ست شهور بنعملهم تحليل نشوف هل جرعة اللي احنا بدأنا يعني انا غالبا ببدأ مع المرضى بتوعب ارسين اللي هم 200 التروكسين لكن ممكن اعدل في الجرعة خليه 150 او 100 او زود على حسب التحليل اللي هو الفري تي سري والفري تي فور والتي اس اتش ده بيكون يعني في منتهى منتهى الاهمية تحليل الدم ما بلجأش كمان للاشعة التلفزيونية في المتابعة لان انا استقصلت الغدة الدرقية بالكامل انا بلجأ بس لي التحليل وحتى المرضى اللي بيكون عندهم جحوز عايزة اطمنهم ان بعد ما بنعمل الجراحة بمرور الوقت الجحوز ده بيبدأ يقل وفي حالات كتير بيرجع لي المستوى الطبيعي عايزة اطمنهم برضو الاعراض اللي هي العصبية والنرفازة كله ده بيرجع طبيعي انا في النهاية بتاعت الحلقة عايز يعني اقول ان النتوءات بتاعة الغدة الدرقية وامراض الغدة الدرقية انتشرت واصبحت كتيرة الجراحة هي العلاج الاساسي لمشاكل الغدة الدرقية سواء كانت تساممية سواء كانت كسولة سواء كان فيها ورم جراحات الغدة الدرقية دلوقتي بتتم بامان كامل والصوت والشكل والتنفس بيكون طبيعي بنسبة 100% ارجوك وارجوكي ما تتردتش ان انت تعمل جراحة للغدة الدرقية الطرق العلاجية الاخرى ما احترمنا ليها الادوية واليود المشاع بتكون ليها يعني اسار كتيرة وبتكون الفعالية بتاعتها اقل كل سنة وانتو طيبين وعيد سعيد عليكم بشكر قناة الصحة والجمال بشكر كل القائمين على برنامج عيادة رمضان واشكركم جميعا وتمنى لكم السعادة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة